اسم التجربة التعرف على خواص حالات المادة نحتاج في هذه التجربة الى متوازي مستطيلات خشبي متوازي مستطيلات زجاجي ملعقة معدنية كؤوس زجاجية تحتوي على سوائل ماء برمنجانات البوتاسيوم محلول اليود بالون منفوخ علبة من معطر الجو مخبار مدرج دورق دائري دورق مخروطي انابيب اختبار على حامل قطوات العمل نحاول تصنيف المواد الموجودة امامنا نلاحظ ان مواد صلبة لدينا المكعب الخشبي ومتوازي المستطيلات الزجاجي ومواد سائلة وهي الماء والعصير ومحلول اليود ثم نجد ان هناك مواد غازية مثل الهواء الموجود داخل البالون والغاز الموجود داخل علبة معطر الجو عند تفاحص متوازي المستطيلات الخشبي نجد ان له ابعاد محددة من طول وعرض وارتفاع كذلك نجد متوازي المستطيلات الزجاجي نلاحظ ان المادة الصلبة لها شكل ثابت وحجم ثابت لو نأخذ كمية من برمنجانات البوتاسيوم ونضعها داخل المخبار المدرج ونأخذ كمية من محلول اليود ونضعها في انبوب الاختبار نضع كمية من الماء في الدورق المخروطي ثم نضع كمية اخرى من برمنجانات البوتاسيوم داخل الدورق الدائري نلاحظ من هذا النشاط بان المادة السائلة مهما اختلف لونها او حجمها فانها تأخذ شكل الاناء التي تضع به عند بخ كمية من ملطف الجو نلاحظ ان الغاز الذي خرج من العلبة قد انتشر في الوسط ننفخ البالون ثم نحاول افلات الهواء الموجود بداخله نلاحظ ان الهواء انتشر في الوسط نستنتج من هذه التجربة ان المواد الصلبة هي مواد ذات شكل وحجم ثابت والمواد السائلة تأخذ شكل الاناء التي توضع به مهما كان حجمها او لونها اما المواد الغازية فانها تنتشر في الوسط وليس لها شكل ثابت مهما اختلف حجمها اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة